السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيه كتب كتيرة بتتكلم عن العمار الخضراء بس مش هتلاقي حد بتتكلم على العمار الحمراء ايه العمار الحمراء او الريت بيلنج ده مصطلح من تأليفي ومقصود به مدى دمية التعاون مع العمال يعني ممكن يكون المبنى كشكل جميل جدا كأداء جميل جدا لكن أثناء ما هو بدتبني كان فيه تعصف مع العمال وكان فيه مشاكل مع العمال وكانش فيه اهتمام فيه مباني تاريخية كبيرة جدا ومشورة جدا بس أثناء البناء مات فيهم كتير ويعني أكتر بمثال الحضر في زينة دلوقتي مثلا حفر قناة سويس مصرين كتير ماتوا مكانش فيه فكرة الحياة الأدمية او ان دول لازم نسهل عليهم او ان احنا نحفظ عليهم ان نوفر لهم رعاة صحية ففيه مباني كتير كده تمام فزي ما احنا مثلا في الاستدامة بالليد بقى فيه نقاط وتشوف حققت انت كم نقطة لازم بقى فيه نقاط برضو لو فيه حاجة تعمل بشكل سيء نواطع الحاجات دي يعني فيه كم شخص توفي اثناء البناء هل فيه اشخاص تسيبه هل فيه تدريب على الامان ولا هل فيه توفير الادوات الطبية والصفية ولا هل فيه تأمين على العمال ولا هل موقع العمل منائم للحياة الإنسانية ولا الحاجات دي كلها مش رفاهية الحاجات دي ضروريات واسيات يعني لو احنا شغاله في مكان حر جدا وما فيش تكييف او ما فيش حاجة تدفع البرد او ما تدفع الحر على الناس ده حاجة سيئة جدا فالموضوع لازم يكون على مسؤول العالم كله ويكون جزء من العمال الخضراء ويبقى ليه معايير معينة ويكون تشوف عليها هيئة مستقلة وتعاقف شركة اللي بتلزمش بالمعايير خليني اختم بكلمة للمهندس عثمان حمد عثمان في كتابه تجربتي كان بيقول في الكتاب يجب ان يشعر كل من معك مهما كسر عددهم ومهما كان الفارق بينك وبينهم انك الجزء منهم فلا تعال عليهم ولا تترك أدنى أثر في نفسهم الا ويدل على انك واحد منهم اذا فعلت ذلك فستجدون ان تشعر انهم رفعوك وكبرت بهم لانك معهم ومن بينهم اشتركوا في القناة